قال الشريف الرذيك الرجال بروقها وتوكي على غش الأنام عيابها ولكنها الدنيا التي لا مجيئها على المرء مأمون فيخش ذهابها ألا أبلغ عني الموفق قولة وظني أن الطولة منه جوابها أترضى بأن أرمى إليك بهمتي فأحجب عن لقياع لن أنت بابها أرمي أنا أترضى بأن أرمي إليك بهمتي فأحجب عن لقياع لن أنت بابها وأضمى إلى در الأمان فتنثني بأخلافها عني ومنك مصابها وليس من الإنصاف أن حلقت بكم قواد معز طاح في الجو قابها وأصبحت مقصوص الجناح مهضما علي غواشي ذلة وثيابها مقامي في أسر الخطوب تهزلي قواضبها مطرورة وحرابها لقد كنت أرجو أن تكونوا ذرائعي إلى غيركم حيث العلي واكتسابها فهذه المعالي الآن طوعي لأمركم وفي يدكم أرسانها ورقابها إذا لم أريد في عزكم طالب العلا ففي عز من يجد علي طلابها ويجد علي طلابها ولولاكم ما كنت إلا بباحة من العز مضروبا علي قبابها أجود بلاد الله أو أبلغ التي يسوء الأعادي أن يعبع بابها وكان مقامي إن أقمت ببلدة مقام الضوار الغلبي يحذر غابها وإني لتراك المطالب إن أبها قدرا أو لط دون حجابها وأعزل من دون التي لا أنالها نوازع نفسي أو تذل صعابها وأقرب ما بيني وأقرب ما بيني وبينك حرمة تدان نفوس ودها وحبابها شواجر أرحام إذا ما وصلتها فعند أمير المؤمنين ثوابها وما بعد ذا من آصرات إذا انتهت يكون إلى آل النبي انتسابها وهل تطلب العلياء إلا لأن يرى ولي يرجيها وضد يهابها فجرد لأمري عزمة منك صدقة كمطرورة الغرب بين يمضي ذبابها فلا تتركني قاعدا أرقب المنى وأرعى بروقا لا يجود سحابها وغيرك يقرى النازلين ببابه عداتك عداتك أرض القاع يجرس رابها بكفك عقد المكرمات وحلها وعندك إشراق العلا وغيابها وعندي لك الغر التي لا نظامها يهي أبدا أو لا يبوخ شهابها وعندي للأعداء فيك أوابد لعاب الأفاع القاتلات لعابها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر